اشتركوا في القناة نقدر نقول ان تاكم التحكيم نجح بشكل كبير في ادارة المباراة اللي هي تعتبر صعبة في اخر خمس دقيق من المباراة نتيجة الاحداث اللي هي من خلال اللقطات هنشوفها في المباراة ده تاكم التحكيم ابراهيم نيرودين احنا قلنا الحكم الدولي ومعا احمي حسام طه دولي ايضا ومحمود ابررجال حكم مساعد رقم اتنين وهي عمر الشناوي الحكم الرابع اه قدر بشكل كبير جدا نجح تاكم التحكيم في ادارة المباراة وده من خلال الحالات كبير من اسلام اللي حنجيبها وحنشوفها ونعرضها بالاتفاد في التحليل يا سامير حنشوف الحالة الاولى كده دي الحالة الاولى كابتن تمام هنا السؤال كابتن هنا اه هنا فيه تم حساب مخالفة مخالفة اه تقريبا على مروان محسنة انا شايف ان هنا مفيش مخالفة ابدا ايه هنا احتكاك بدلا عادي وكان يجب على الحكم استمرار اللعب احنا قلنا لو فيه مخالفة كان يحتسب المخالفة ولكن هنا انا شايف ان اللعب هنا اللعب عادل ولعب اه اه فيه رجولة ودي الخطأ اللي هو يمكن الاول اللي حسبه ابراهيم دوري على اه مروان محسنة الحالة الحالة مهمة جدا البعض بيروح لحاجة واحدة بس كابتن اسلامي يقولك ان فيه تاكلنج هنا وفيه زحلقة ولكن هنا القانون واضح جدا جدا بنقول حاجة مهمة لاعب العبرة بلاعب الكرة الاول شوف احمد فاتح هنا الاول راح لمس الكرة ولعب ونجح في انه هو لعب الكرة بعد كده اللي حصل ده احتكاك بدني واحتكاك عادي جدا جدا وهنا القرار كان صحيح باحتسب راكلة اه رمي التماس وهنا مفيش مخالفة ابدا على رغم ان هنا اللعب وقع ولكن هنا العبرة بان اللعب نجح في لعب الكرة اللي هو أحمد فتحي وقرار صحيح من الحاكم إبراهيم دون الدين حالة تانية شوف هل في مخالفة أو في عادة نشوف هنا أول في تسلوة لا نشوف كابتن هنا لحظة اللعب الكرة هل في اللعب سابق بجزء كابتن إسلام ولا منغطي ولا إيه الوضع ولكن أنا شايف هنا الحالة من حالة التسلو اللي هي في جزء من اللعب وكان يجب هنا الإشارة بتسلل ولكن طبعا نتيجة التمركس بقول دايما أحيانا الحاكم بيبقاش مواجه وبيبقاش مع آخر تاني مدافع وهنا كان يجب من أول خالص كان بقى فيه التسلل في اللعبة نروح للحالة اللي بعد كده هنا هنا حالة مهمة جدا أنك تنسلم مهمة جدا 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 احنا قلنا كراءة الحاكم للعب هل أنت كحاكم إسلام يعني أنت حاكم البورا شايف هل هنا إيه تحت فرصة فين فين إيه تحت الفرصة هنا رجع طبعا هو سمح بيستمر اللعب وبعدين رجع بي احتساب المخالفة عاوزه أقول تاني رجع تاني بس سمير في حاجة مهمة أنا من البداية طالما أنا شايف أن اللعب هنا مش حيقدر يلحق كورة اللعب نادي الأهلي هنا فيه مخالفة تمام نمشي نمشي كابتن سمير نمشي خلاص هنا إيه تحت فرصة مش موجودة وقبل تاني بيقول لك أبراهيم كان من الأول كان مفضل أنك إنت تحسب المخالفة لأن هنا استمرار اللعب ما كانش مفيد بالنسبة للعب اللي تم ارتكاب ضده المخالفة تمام يلا اللعبة اللي بعد كده حالة كابتن الحالة دي مهمة جدا 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 يمكن هي واللي بعدية كابتن عاوز شوف محمود أبو الرجال واشوف من اللي نجح في لعب الكرة الأول نشوف هنا أولا الحالة مركبة نشوف فضلك اللعب هنا كابتن اللعب نرجع تاني يا سمير بعد إيزنك موسيقى كابتن اسلام فيه اتنين واحد عطار في بعيد واحد ناحيتنا هنا من الآلي دوله تسلل تمام اللعب الكرة أنه هو أيمن عشرف تمام في موقف سليم تقريبا بالنسبة مليون في المية هنا بحي الحكم مساعد رقم اتنين محمود أبو الرجال نروح بقى للعبة التانية اللي هم يمكن جيروا شوية واعترضوا ستوب اللمسة لي في الكرة لا دي بعيدة خلوة فاش حاجة خلص نمشي بقى خلاص نمشي كمّل الكرة وهو بيلمس توب ارجع تاني بس خطوة صغيرة هنا اللعب متغطي كانت اسلام بيجا مواحد يعني هو بعيد الحارس ومتفيش أي تسلل فهدي لعبة مركبة اللعب المساعد نجع فيه ربط التسلل ما كانش فيه تسلل وأمر بالسمر اللعب وفي نفس اللعبة التانية اللي هو نجع فيه احتساب الهدف واعتبر هايل هايلة محمود حقيقي فعلا كان فيه تركيز وفيه يقظة اللعبة اللي بعد كده يلا قبل بس منروح للعبة اللي بعد كده انا عايز يا كابتن اسألك سؤال في العمو تمام هل انا يجب ان انا انتظر صفارة الحكم ولا لأ بمعنى ان انا جالي كورنر كابتن ده فيه مهمة ده فيه تعديل جديد السؤال بس يا كابتن هو اولا لا لا طبع نعم كابتن السؤال هل انا لازم استنى صفارة الحكم عشان يقول لي بلاي اون ولا في العاب اه معينة يعني ايه اه لو انا بحسب فاول على خاطة طمانتاشر والمهاجمين طلبوا الحقوق الدفاعي تمام بقول محدش يلعب الا على صفارتي تمام بوقف عشان اوقف الحقوق الدفاعي تسعة خمستاشر دي في الحالة واحدة انما راكلة راكلة لوكنية راكلة مرمو حاجات رامي التماس ما تخش ازم الحكم حكم بيلعب على طول تمام انا انا عارف ان كنت حاجاتك تقصد الهدف اللي جيه وحنتكلم فيه لما ييجي ان الهدف اللي جيه مش 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 حستنى الحكم لما يقول لي يصفر على ركنية طيب احنا كده عارفنا هدف صحيح يا كابت ان احجل له لا انا بتكلمش على الهدف انا بتكلم على الحالة دي تحديدا وبعد كده ارجع انما ييجي الوقت الهدف نتكلم عنها تمام لكن الحالة انا فيه الدربات الركنية اه زي وانتلك الحالة الوحيدة اللي بسرنا صفار الحكم وانت بتلاحظ كتير لما بيكون فيه خطأ على حدود مطيط الجزاء اه الحكم يقول يساهم صح على الصفار بيطلبوا الحقاط الدفاع بيطلبوا الحقاط هنا هنا بقول محدش يلعب الا بعد الصفار بوقف الحقاط الدفاع على تسعة خمستاشر بتأكد منه وبتدي اطلق الصفارة لايستئناف اللعب بيانا على ذلك كل الالعاب غريبية الالعاب الحكم مصفرش بسرنا في اللعب بيطلبوا الحقاط حاليا نكمل بقية الحالات يا ساميري تفضل حالة جاية مهمة جدا هنقف لان البعض قال ان هنا فيه فرصة محققة لاحرازها خالص ده انا اتطرف تمام انا هنا بص هنا 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 اولا ما فيش سيطرة قوي وحلق ان فيه لقب مدافع من الان اناحى التانية جاي يقفل يا كتن السلام سيقفل يبقى عنده امكانية ان هو ايه يقفل فبنتكلم في معايير الفرصة المحققة بنقول المسافة ما بين المخالفة والمرمى الاتجاه العام بنقول حاجة تانية مهمة جدا وهي السيطرة وامكان السيطرة وبنقول حاجة مهمة جدا الحاجة الاخيرة اللي هي امكانية اللاعب وتمركز المدافعين شايف ان هي البطاقة الصفرة هنا مستحقة وهنا ما كانش يعني فيه فرصة انك انت تدي بطاقة حمراء والقرار هنا كان قرار صحيح اللي بعد كده هنا الحالة الحالة من الحالات المهمة جدا 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 يمكن دي اللي حنقف عندها شوائد كابتن اسلام ونشوف هنا اخر من لامس للكرة هو مدافع نادي بيرمت اه تمام هنا عندي ايه في ركنية وليستمرة تمام اخر من دفع ما نلاقي بالكرة هنا نجح في لاقي بالكرة هو المدافع وبالتاني هنا ما فيهش مخالفة ولا حاجة وهنا فيه ركنية كابتن اللي ح 자꾸 نتكلم فيها النادي الاهلي من حقه أنه هو يلعب الركنية زي ما قلنا خلاص اتلعبت الركنية وهنا سرعة الصناع في اللعب لمقدرش أوقف ورجع الكرة تاني حتى لو فيه كرة يا كابتن هنا كرة حتى اللي كانت موجودة لم تتدخل في اللعب حتى أنا أقول له تبقى أنه كابتن إسلام تاني الكرة توقف جهة ستوب ستوب كابتن هنا القانون صريح جدا لكابتن إسلام حتى لو فيه كرة هنا لم تتدخل هنا فيه تدخل خلاص خرجت زي بالظبط لما بيقى فيه كرتين في الملعب والحكم بيروح إيه شيط واحدة مطلحة ولا بيبقى شغال أنا شايف هنا هو الهدف هنا هدف سليم مليون في المية لنادي الأهلي لوجه أبدا لي الاعتراض على الهدف لأن هنا استناف اللعب في الركنية لا تحتاج إلى صافرة من الحكم من كابتن إسلام إذن في حالة وجود كرتين صافرت حتى لو فيه كرة تانية ولم تتدخل هنا أنا أقول إيه تاني عشان الناس اللي بتتكلم في اللعب دي جدلية حتقول إن كان فيه كرة تانية هذه الكرة هنا الحارس رمى الكرة خراس كده والكل كان موجود فيش أي مشكلة والكرة لم تتدخل هنا في اللعب وبالتالي هنا الكرة اتلعبت وصلت لأليو باتجي رجحها لأليو دياني تمام رجحها والكرة هما هنا الاعتراض أنا ليس له أي وجود في الاعتراض من لعب بانيميدز وبالتالي هنا الهدف هدف سليم مليون في المية وبنقول ده كمان كابتن إسلام بنتكلم فيه حتى لو كان فيه فاول محسوب للنادل أهلي واللعبة لعبت بسرعة من حقيقة لعبة تلعب بسرعة حتى ما تنظرش إن الحاكم يستأنف إلا فيه قرار احتساب المخالفة على حدود من تجازة عاوزوا الحاكم هما جدا يمكن آخر خمس دقايق البعض قال إن فيه كرة في الملعب أنا بقول تاني هو كابتن إسلام حتى لو فيه كرة تانية ولم تتدخل فيه لعب أنا شايف إن الهدف سليم بتاع النادل أهلي وبالتاني ما فيش وجه الاعتراض واللعب لا ينتظر صفرة الحاكم إلا على التمنتاشر بس إذا إلا إذا طلب كمان إلا كمان أما أنا أقول لك حاجة لو المهاجمين طلبوا كتن إسلام بس قالوا الحاكم من فضلك دينا تسعة خمستاشر طب المهاجم مش عاوز والمهاجم لعب من حقه يلعب كرة بسرعة من حقه يلعب الكرة بسرعة وبالتاني أنا شايف بشكل عام إن طاقم التحكيم زي ما قلت في البداية كان على قلب رجل واحد كان هناك تعاون ما بين الحكام والحكام المساعدين كان فيه هناك تميز بجد للمساعد رقم اتنين محمود أبو الرجال في الهدف الأولاني بتاع الأهلي لأنه قدر يربط في الأول خارس كان فيه اتنين تسلل وكان فيه موقف لعب سليم وبالتاني قدر ويتن دا سي استنى لحد ما الكرة راحت للسليم وبعد كده بقى فيها لعبة تانية والهدف أعتقد الطاقم بشكل عام النهاردة قدى استحبت كم من عشر أنا بقولي نهاردة رغم إن فيه ظروف بدي إبراهيم نهاردة تمانية فاصل خمسة مساعد رقم واحد بدي تمانية فاصل خمسة مساعد رقم اتنين بديله تسعة والحكم الرابع طبعا يمكن كان ليدور كويس إن هو المتافلين كان فيها شوية شغل بديله تمانية فاصل خمسة تمام إذن طاقم تحكيم جيد لهذه المباراة تمام أنا بشكرك شكرا جزيلا أنا كابتن ناصر لا يخليك كابتن اسلام شكرا جزيلا على الشرح الوافي لأن الكلام ده هيتقال كتير اليومين اللي جايين دولك العادة هدف آخر حاجة هدف سليم حتى لو فيه كرة تانية لم تتدخل ده قانون اللي بيقول كده ولا حضرتك اللي بتقول لا ده قانون لا أمداشت حضرتك اللي بتقول اطلاقا هاته قانون وقروه يا شباب يعني اللي مش عارف القانون معلش ما هو حالة إن هو طلب لو فيه حققت الدفاع أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر بشكر حضرتك شكرا جزيلا ألف مبروك ثلاثة نقاط يواصل بيهم النادي الأهلي تصدره لجدور الدوري العام المصري إن شاء الله المباريات القادمة عندنا طلاعي الجيش المصري إزاي مالك في السوبر إزاي مالك في الدوري ثم سانداونز هذا الشهر إن شاء الله كلها تبقى مباريات جيدة واستطيع النادي الأهلي أن يواصل انتصاراته سواء في الدوري أو في السوبر أو إن شاء الله في البطولة الإفريقية أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا إن شاء الله ألتقي مع حضرتك قريبا وحلقات جديدة من ملعب الأهلي